وشهد الرئيس السيسي الندوة التثقيفية الأربعين لقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بالذكرى الحدية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بقاهرة جديدة وكان على رأس مستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مركز المنارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر وكبار قادة القوات المسلحة وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر